موسيقى مساء الخير أغلب الناس تعتبر السجن مؤسسة ردعية بالأساس بلاثة يقضي فيها السجين مدة العقوبة متاعه في انتظار عودته للحياة اليومية هذا صحيح لكن أيضا السجن يعتبر مؤسسة تأهيل وتكوين ويكفي باش تعرفوا أنه برشة الناس تدخل الحبس ما تعرش تفك حتى الخط ومن بعد تخرج تلقى روحة تكتب وتقرأ وكذلك تنجم تبدع وتكتب حتى قصص فمشكون ندخل للسجن ما يعرف حتى شيء ويخرج بصنعة وبديبلوم وشهادة في يده أكثر من هكا فمشكون نخذي الباء كالوريا من السجن وفمشكون حتى كمل شهادته الجامعية التكوين والتعليم في المؤسسة السجنية موضوع حلقة ليلة على امتداد ساعة ونصف باش نتعرضوا الموضوع هذي مع مجموعة من الشهادات ومع الحضور اللي حاضرين معنا نحب الرحب ترحيب كبير بالاخصائية النفسية مريم صمود أهلا وسهلا مرحبا مريم رحب كذلك بالاخصائي في علم الاجتماع أو باحث في علم الاجتماع سي معاذ بن سي يحضر معنا كذلك سي سوفيا مزغيش الناطق الرسمي للإدارة العامة للسجون والإصلاح أهلا وسهلا مرحبا ونحب الرحب كذلك بسي نادر السلمي تاجين سابق متحصل على الماجستير في الفلسفة بملاحظة حسن جدا مرحبا بكم الناس الكل كما قلنا إذن موضوع حلقة الليلة التعليم والتكوين داخل السجن تنجموا تتفعلوا كلا عادة بزوز طرقية إما عبر الفيسبوك وإلا على تويتر هذي نحكيه على القيمة قيمة التعليم داخل المجتمع التونسي بصورة عامة وداخل السجن تحديدا معان أول حاجة نحب نشجع ونحب نهني نادر على التحصل على الماجستير خاطر حاجة ما هيس سهلة حاجة ما هيس سهلة خاصة في الفضاء العام وخارج السجن فما بالك أنه إنسان يتحصل على الماجستير داخل السجن معانت حاجة تحسب لي ومش تحسب لي كهو تحسب لي شاب تونسي وهذا ما بين الأمثلة ما بين القدوات اللي يعجموني أنا شخصيا وضعونكم نحب أنا مرة أخرى نحب نقول له برافو وصحيد نحن نعرف أنه داخل المجتمع التونسي القيمة الشخص تحدث ضرورة وأساسا بالمستوى العلمي خاصة داخل العائلة التونسية ديما نأكده وديما نشجعه صغرنا على القيمة العلمية على الدراسة نشجعه أنه يقرأ وأنه يقدم أكثر في الدراسة وفي البحثة العلمي أنه بصعات يتم تقييم الإنسان بحسب الكفاءة العلمية أو بحسب الشهادة المتحصل عليها نحب ولا نكره داخل المجتمع التونسي صحيح ثم القيمة الأخلاقية نجمون قيموا بها الإنسان كذلك حتى القيمة العلمية والقيمة الدراسية حاجة أخرى معناها رغم الظروف اللي تمر بها البلاد حالية على الأقل فيما يخص مسألة التعليم نحسوا أنه التعليم حاجة ثابتة معناها في عادات وتقاليد العائلة التونسية معناها ناس تبيعها ذهبها ناس تبيعها نشرها ناس معناها يفغيما يقول لك أنا علش كون نخدم وابش نقرر صغيري نونك كيفاش نجمون نفسروا أهمية التعليم والتكوين داخل المؤسسة السجنية اللي هي كما نقوله الفكرة على الأقل الموضوعة لدى البعض أنها مؤسسة ردعية بالأساس وإنسان بش يمشي عادي عقوبة غادي مش مش يتعل هذا هو ينبع يمكن من الاهتمام متع المجتمع ككل تونسي بالتعليم والتكوين معناه تكوين الذهني والعقلي والمستوى الدراسي عنده أهمية على خاطر يمكن فما ثقافة احنا عنا التونسة معروفين بها هي ثقافة أنه رأس المال التونسي معناه ثروات طبيعية كبيرة عنا ثروات بشرية كبيرة الانفستيسمان اللي نعمل فيه الاستثمار هو ديما استثمار في العقول أكثر منه في الموارد يعني معناه فلوس كبيرة كدولة وكشعب وكمجتمع اكثر في التعليم وهذا يمكن ينعكس زادة على المجتمع اللي موجود في السجن اللي هو مجتمع تنجم تقول شبيه بطبيعة للمجتمع الخارجي الخارج السجن لكنه معقد أكثر دونك جي تشوف انت في الوقت متعنا هدايا اللي هو الانفستيسمان ديجا متع لي بارام عندما متع الأولياء هو كبير في التعليم لكن تليم ذا لقين صعوبة أنهم يندمجوا في هذا قاعدين نشوفه فيه فما تحول معناه تليم ذا ما همش قاعدين أمبليكيكي مقبل دونك فما صعوبة أنه يكون موتيفات تلميذ يعني صغير أنه يتعلم فما بالك في وسط كما وسط متع السجن اللي هو فيه صعوبة كبيرة دونك من هنا تجي أهمية أن نقوم بتعرف على الناس اللي عندهم الطاقة هذه وهل الاستعداد هدايا وننميوه ونعاونوه ونساعدوه على أن نحقه أحنا على كل حال أنت حكيت على المجتمع أخرجنا للشرع التونسي واخذينا عينة صغيرة سألنهم يلندراء عندكم فكرة معناه أن المؤسسة السجنية تقدم التكوين ومواصلة التعليم وترى يلندراء أن الظروف السجنية قادرة على أنها تخلي السجين أو نقوله معناها السجين في الفترة السجنية متاع على الأقل ينجم يواصل دراسته أو تكوينه وكانت هذه الإجابات فضلا عندك فكرة اللي داخل السجون فما برنيمش كاملة بتاع تعليم وتكوينه يقريوهم ويتلهو بي لا لا ما في بليش بنيلتي الفكرة اللي عندي هي كانت المطالعة المطالعة هي السبب اللي تخلي العابد دي ما يتعلم يذكر ذكرياته كيف كان في المكتب يقرقبل الحاجة دي هي اللي معدها في الوقت هذي اللي السجون متاعنا معد دخلوا لهم معدها التعليم ودخلوا لهم السليماء ودخلوا لهم المسرح دخلوا لهم التكوين كل شيء معدها الإنسان ياخذ حقه ولا في السجون التونسي الناس عاديين وزر منه معناها زلت قدمه وكذا وكذا لا نريد بالعاونه فما التكوين فما التدريس فما حتشكوني في شهاية بكالوريا وتحصل فما شكونا حط في الإجازة فما يحطى بهي فما يحطى بهي فما برش عباد دخلوا لسجون هذا بيت مو بيت مو دونك فما فكرة بهي فكرة هيلة حتى مشقراء يروا فما تكوين فما اللي خرجون الجارة فما اللي قبل كنا دون لطونت يمكن متاع ما يتعرش العباد كنا نعملوا معارض متاع السجون نشريوا الموبيليات ونشريوا الكواترويت ونشريوا التحف والارتزانان الكل كانت مقبلة يلقاش قلق في سوق الشغل على يخرج من سجنة؟ والله إن شاء الله ميلقاش قلق إن شاء الله ميلقاش قلق على خاطر السجين يمضي معتهم فترة توتا بغيوتة جويلة معتهم في سجن يخرج كأنه محكور ميلقاش حقو وحتى لو كان ماذا هو مذلوم ميلقاش ميلقاش في لوقت الحظة ضهلي ميلقاش قلق باللي كمبيتانس تاحا ألا هما في لظيفة عمامية خاطر مفاهمة وبليقاشان بتاع البترواء نعرشها دهما ضهري في لوقت الحظة ما عايش يلقاه إنسان عمل جريمة وخلص سي يزموك يخرج من السجون يلزم يقع حقو ويواصل حياته الاجتماعية مع المجتمع مجتمعنا ديما ينبذ كل منه خرج من السجن حتى ولو في يده صنعا درش نوع يقبل لك أبرونتي عادي وما يقبل لكش ديبلومي في السجون معناها متاع حلو ولا متاع نجارة ألا غالب مرزمو إحنا هكيكة إحنا إنسان يرام نروح أخوه ولا أخته كي يخرج ما ينبذوش إحنا زادة ميزة ميزة منش ننبذو إنسان نخرج من الحبس كانت هيبي عينا صغيرة من الشرعة التونسي وفي اعتقادي إنه الروبرتاج ضم فكرتين أساسياتين الفكرة الأولى هل إنه السجين عادة تن يلقى بلاست وخاصة في السوق الشغل وهذا اللي بش نتعرضوله بعد شوية لكن بش ركز على الفكرة الأولى على الأقل في بداية الحلقة هالي كما قلنا يلا ندرى التونسي واعي إنه فما تكوين وفما تأهيل وفما تعليم في المؤسسة السجنية أنا بصراحة معناها في المنتاج تفاجأت نسبيا بوعية تونسي معناها إنه واعي اليوم إنه المؤسسة السجنية قاعدة توفر في الظروف الملائمة للصغار وإلا للكبار بش يتكونوا في سنعة معينة وإلا كما قلنا ينجم يكمل الدراسة متاعه الثانوية أو الجامعية كيف شقيت الفيتيار سي سوفيان؟ والله الفيتيار أنا بدي سوررت وإني فما الرأي العام تقريبا التونسي والمشاهد التونسي دي عنده فكرة على المؤسسة السجنية اللي تعرفوا هي المؤسسة السجنية تهم الشأن العام مع تنسي كل يزمها تعرف اللي عندها دور أهم في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود هذه حاجة دونك وتعرفوا هناك مبدأ اللي قاعدة تخدم عليه المؤسسة السجوني والإصلاح تقريبا منذ سنوات وأنه هناك مصار كامل إصلاحي فاش يتمثل باستثناء السلب الحرية فأنه جميع الحقوق مبدئين لابد أن يقعد يتمتع بها النزيل أو السجين أو حتى الطفل الجنح اللي هو عنده وضعية أكثر خصوصية لتعتبر من الفئات الهشة بطبيعة الحال هذا المصار احنا نحاول انهيئوا جميع ممهيدات النجاح معنتها مثلا على مستوى التعليم تعرفوا تنمية ملكة التفكير هذا يدخل حتى في تعديل السلوك نهار يخر حتى كيف يتكون في أبسط الأبجاديات بشي ولي حتى يعرف أدوات متع القيس لابد وتعرفوا احنا هناك العديد من المساجين الفئة العمورية مثلا الشباب خاصة من 18 إلى 30 سنوات وهي نسبة مرتفعة داخل الوحدات السجنية هاته النسبة المرتفعة تلقاهم مثلا تعليمهم المستوى العلمي متدني ذكر عليش الإدارة العامة للسلوح بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت برنامج كامل هدف اللي هو برنامج انخرطت في البرنامج الوطني متع محول أمية وبرنامج تعليم الكبار اللي ذهي تقريبا يشمل تلقاهم موجود في 20 وحدة سجنية على كل حال احنا هذي بش نشوفوها سي سوفيان مزغيش هنا تقرأت من الإدارة العامة للسجون والأسلاح بش نشوفه كيما قلت أنا قبيرة في المقدمة فما ناس دخلت للحابس متعرفش تفوق الخط متنجمش تقرأ تاجي ولكن بعد معناها حصلت نسبيا معناها تحسيل علمي على الأقل محترم اللي نجمي أهلها غدوة أنها تندمج في المجتمع بسرعة لو كانت تعطينا معناها أهم البرامج للتكوين في السجون التونسية على مستوى التعليم على مستوى التعليم كيما شفت كيما ذكرت منذ قليل هناك البرنامج الوطني التعليم الكبار ومحول الأمي اللي هو برنامج وطني وذي تعرف عنده برشة إقبال من طرف المساجين ويتنفذ كيما قلت في عشرين وحدة سجنية تقريبا الأعداد المتيحهم وصلوا 774 خلال سنة 2018 تمتعوا بهذا البرنامج هناك ثلاثة حلقات متع مستويات بتبعات الحال وكذلك يتنفذ أول حاجة بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق الأساذة والمعلمين الاجتماعيين وفي الأخر يشفع بشهادة والشهادة ذي ما يقعش التنصيص فيها على أنه سجين معناها كيما الشهادة اللي يخذها المتلقي خارج السجن كيما داخل السجن معناها هذي بش نزيد نوضحها بالدرجة بش يزيدوا يفهموها الناس معناها اليوم السجين اللي يتكون ولا ياخذ ديبلوم في ورشة من الورشات نيجارة ولا حدادة ولا ألومنيوم ولا غيره حتى شيء ما يثبت أنه خذاش هذي كم السجن معناها عبارة على قراءة في مركز أو في ورشة خارج السجن وهذه حاجة بالحق نحب نسمن عليها برشة تنزيدوا نحكيه أكثر على برامج التكوين وسواء كيما قلنا التعليم الكبار أو التكوين المهني أو كذلك مواصلة التعليم نحب نحكيك مرة أخرى نادر وأنا سعيدة جدا أنك موجود بحثينا وفي الحقيقة معناها هنا بش نعترف لك اعتراف أنه الحلقة هذي الكل راوط عملت على خاطر كنتي بالحق على خاطر أنت مثال يحتذى به أنت أثبت أنه السجن كما تنجم تكون تجربة مريرة وتجربة نتعلم منها لكن تنجم تكون حافظ باش أنه إنسان ما يقفش معناها قدام طموحاته وقدام وصلت دراسته أنت دخلت للحبس وأنت في السنة أولى في الجامعة هكا وليه؟ نشكركم ساعة الاستدعاء معناها بالحق أنا فرحان على الأخر أني بحثيكم اليوم معناها وقال لي أنا وصلت معناها للحكاية هذي وفي السادة هذي أنا معناها نتقدم بشكر لعائلتي خاطر موما كانوا معناها دعامه واللي دعموني برشا معناها بش نوصل نكون لهنا بحثيكم وبلغ خاص للدكتور متاعي سي يوسف بن أحمد نوكا درور متاعي اللي هو معناها عاوني برشا ومعناها وذل الجهد متاعه معناها كما يلزم مع الأخر معناها وكان معناها موضوعي موضوعي الأقصى درجة معايا بشأنني كملت البحث الجيميان متاعي كملت بملاحظة حسن جدا معنا نحب الحق تصريقة كبيرة راه إنسان يقدم بحث في فلقفل وهي مادة ما يستهل وملاحظة معنا مشرفة كما ملاحظت حسن جدا وفي السجن رأي ما هيش حاجة سهلة برشا قبل ما نواصل معاك نذكر أنه عنا سابر أراء والسؤال المطروح في سابر الأراء الموضوع على ذمتكم على صفحتنا على الفيسبوك رايك أصلح هو هل أن الظروف داخل السجن تساعد السجين على الدراسة والتكوين نعم أم لا في نهاية الحصة إن شاء الله نعطيكم الإجابة وأكيد أنت بشتعون في الإجابة على السؤال هذي قلنا إن شاء الله أنت دخلت للسجن وانت في السنة الأولى جامعة وقتش قررت معناها بش تكمل الدراسة متاعك بعد قضاء قدش من فترة السجنين بعد قضاء عامين واربعة شهور عامين واربعة شهور معناها قضائيا معناها كملت قضائيا بتدي استناف تعقيب معناها سيفصلت قضائيا في الحكمة متاعي خاطر نرم المهم معناها الوحد يبدأ معناها مشهوب بديخل بعض ومزل المحكم يتحاكم معناها العامين ولانين كانت فترة إيقاف كانت فترة إيقاف معناها حتى نفسانيا ذهنيا لا يوجد ناجم يخمم بشي كما يقرأ ولا بشي معناها مننجمش في الحالة هذه معناها ومزل الموقوف ويخرج على المحكمة مزلت قضايا معناها من بعد كي خرجت أنا كنت في السجن المدني بالمورنقية بعد مشيت للسجن المدني ببرج العامري أي؟ كي تبدلت الظروف مش كما السجن مثلا نتقت الاستيعابة متاعه 7 أليف ولو 8 أليف مربوط معناها اكتظاظ ومتناجمش معناها كيما السجن يكون مثلا في هالفين معناها حتى في الراحة معناها للمربوط للعون معناها تتبدل الظروف أنا أول حاجة معناها حاولتني أنا نخدم خدمت بموضوع واحد معناها حاولت قبل الموضوع قبل الموضوع بربي نادر قبل ما قررني نقرأ معناها نكمل القرائل معناها حبيت نخدم موضوع واحد يعني حطيت روح إينا معناها من منطلق الباحث أو المحلل معناها بسطل الحبس وخديت معناها ديكا معناها دي ما نمشي مثلا نشوف المرابيط المعدية برشا حبس نحاول نسأل نحاول نعرف كيش كنت مثلا حبيت نعمل مراجعة نقضية للمنظومة العقابية التونسية معناها مع المراحل التطورة متاحها خدمت موضوع مراجعة الديد خلال فترة العقوبة السجنية معناها خدمت واحدة معناها يمكن أن كان سباج حاجة هكا شو معناها خدمت واحدة معناها فكرة إذية إدارة السجن كانت عندها علم أنك تعمل في بحث أو أنت في مخك تعمل في بحث وقعد معناها كيما نقول هاوك فلين اللي معاك معناها مربوط في البلاسة هاوك تحكي معاها أما أممتون أنت قاعد أخت في المعلومات صح نحن معلومات ونخدم واحدة معناها سكرية معناها على أخر ما لازم حتى وإحد يعرف معناها الحكاية كمانا أنا كنت حطها تحت المخدى ومبيت معناها خايف معناها خطر ينجم تخرج الحكاية ترسلك معناها مشكلة فهمت من بعد شوية بشوية جتني الفكرة هذي أول ما عودت رجعت البرج العامري أي في دوب منشية البرج العامري بربي لحظة قبل ما نحكي وعلى فترة الإيقاف وفترة الحكم نادر أحنا خطرة حدثنا شوية في الكواليس أنت قلت معناها استينفت ومبعد عقبت على أساس كنت تنتظر أنه بشيقع تخفيض العقوبة معناها كنت تتوقع على الأقل أنك بش تخرج بعد فترة سجنية صغيرة في نالمون تحكم عليك بترسيع معناها بالحق هنا يا مريم ماذا بي نحكيه على النقطة هذه قبل ما نواصل مع نادر عابد سعادك يحط قدامه هدف يقول أين هاي بش نعدي يمديده متاع عام عام ونصف عامين في نهاية المطاف القروح ومحكوم بسبعة سنين على ما أعتقد سبعة سنين من عامين معناها في نهاية المطاف الحكاية ما دامرتوش معناها الحكاية خليته يخمم بش يعمل حاجة إيجابية وحاجة في إطار الدراسان بتاعه هذا هو هو الحاجة اللي تاوى معناها توضحت من اللي قال وتويكا جزتو ما ندل هو أنه هو دفع الأصلا ما كانش دفع في البداية ما كانش دفع علمي بحت كان دفع شخصي هكا ولا كان دفع شخصي يعني أنه بزوان تم احتياج خاص لأنه يفهم هال المكان اللي هو ولا فيه نجم نقول أنه غريزة البقاء يمكن هي اللي دفعته بش يمشي ويلوج كان غالة تقول قالت نيدر ما كانت تقول صحيح ها بل كتن بدلوها جمعة جيئة ولا حاجة هاي هاي تلوج على سبب ربي لا تعطيهولها دونك فوالا أنه يعني غريزة البقاء الدفع هو كان دي اللي يخليه يمشي ويلوج على الأسباب المسببات تنتع للسجن متعفلين ولا فلتين بش سيسيكم ما تكيانو يسو بخوجات فكا السجين اللي هو يحكي معاه هو من ناحية معرفة المحيط بالديتاي على خطر يعاونوا على التأقلم مع المحيط الجديد اللي هو فيه مدام هالبريود معدش عامين بركة سبعة سنين هذي جزء من كبير ملحيات معناها متع البشر دونك مغي ما يشعر بطريقة لا إيرادية لا شعورية ولا عنده الدافع أنه يشوف هال الوصف مهي دي هالوصف بيش أقلم حبيت أني نطاوم الوضع اللي فيه فهمتني بش تعرف من غادي تولي ومن غادي ماو أنت لكم بش تطاوم أنا بديت نخدم مثلا كتبت سيناريو تعافيلة معناها في مخي عملت ثلاثة مسرحيات معناها محذرهم معناها متوفرت ليش معناها معناها الأسباب بش نكتب ولا بش فهمتني ولا كنت نكتب ونقطع نكتب النحية نخاف أنا مثلا معناها كنت أي حاجة أنا تواجه بتاعي سياسي معناها من قبل معناها في تحدي الطلبة كنت معناها دخلت في الحزيب ونخرطت عملت في العمل الجماعيتي معناها حتى كتبت مثلا مسرحيات كلها معناها نقد سياسي معناها الدولة المنظمية المؤسسات كل شي فهمتها معناها عند أنت دخلت الحابس بعد 4 جنفي معناها نقوله المشكلة الكبيرة معناها يمكن إذا كان فما مكسب كبير كسبناه بعد 4 جنفي هو حرية التعبير معناها يقول قيل علش كنت تخاف كنت تخاف معدر عسل معناها كنت تخاف من الحبس شوية معناها هي أختر أنا حسب ما لاحظت معناها من 2014 2016 السجون ما زلت مغلقة معناها معناها السجون معناها استنشقت الحرية من 2016 ونتي ماشيت معناها دخلت جماعيات المجتمع المدنية دخلت معناها تحس معناها ثم معناها معناها تفتاح المواصل للفضاء يعطيك الصحة معنظومة حقوق الإنسان يعطيك الصحة معناها توجه جديد معناها بدنا نبدو على القمع وعلى الإكراها معناها من هي مثلا المؤسسة سجنية ما تكونش معناها فضاء رميدي معناها كان عندك ما تتعلم جوجت حبيتنا تفعل مع نادر بالنسبة لانفتاح المؤسسة سجنية على المجتمع المدني تعرفوا بعد الثورة وبعد ما صادقة تونس على المرسوم عدد 5 سنة 2001 المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناظرات التعذيب وغيرهم من ضروب المعاملة القاسية والإنسانية والمهينة تم إنشاء إليات وطنية وقائية على غرار الهيئة الوطنية الوقاية من التعذيب القانون الأساسي متاحها في 2016 وحتى قبل 2016 وحتى مدام ملائمتها مع المعايير الدولية ومع التشريع الوطني كيف هناك عندنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 2005 قاعدة تزور السجوء بقطع النظر على تبدلت بعد 2011 ولا لا هناك كذلك الرابطة تونسية لدفاع الحقوق الإنسان بمختلف فروعها منذ سنة 2015 وليت تزور السجوء كذلك ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين كذلك هناك مكتبة المفاوذية السامية لحقوق الإنسان دونك هناك تقريبا حراك كبير يسر على مستوى هيئات أو جمعيات أو منظمات الرسل والرقبة نجم يكتب ويعبر بالتبعات الحال انت كتشوف انت ديرنيارمون على مستوى المسرح برك المسرحيات اللي صارت اللي شاركنا بها في أيام كرتاج المسرحية ديرنيارمون ستتدير من عام عامين خطر ويقول لك معناها بعد سويا هو ما ينقرش ما ينقرش إنه فما معناها فما 14 و16 هو اللي كنت دونك هو يقول لك الحرية موجودة لكن جيت مأخر للسجن مقارنة بالحرية اللي عاشها المجتمع التواصل صحيح هو به الكلم هذا كل تكوين إدماج تأهيل به صحيح موجود مثلا التونسي معناها عنده موبة كبيرة برشا معناها أنه النجم يخلق لك معناها الصورة سلبية النجم يزي تطلع لك في صورة معناها ما شاء الله بعد تتعدى كل شي صحيح هذا كل بيه يجب أن يكون مثلا حبر على الورق أو مثلا لدقيقة أو لحظة معناها معينة وبعد يمشي على روحه يجب أن يكون معناها واقعي على أرض الواقعة ونخدمه ديما معناها صحيح رو صح صحيح ثم إيرادة ثم نحن لا نبيض في الوجوه ولا نحن كيفية فأنا واحد من الناس لا نقم على الدولة لا نقم على نحب بلادي ونحب نعاون ونحب نقدم الإضافة أنت ميثيل حتى ذا بك أنت رأو في مش ناس الكل بيش تاخذ شهادة ماجستير بملاحظة عصانج جدا هذا هي حاجة بش نبدأ واث أنت أستثمرت فترة قضاء العقوبة إيجابيا ورأينا وإني كنت من خلال البحث متاعك والمجهود اللي قمت به وأنك حققت ذاتك وحبيت تتغير وتحتي مكانة اجتماعية فتحنا رجوعي في اكتب معهم للتجربة كيفية صارت قلت لي بديت الحكاية من أنك تكتب بعض المسرحيات وكل شيء وتحكي مع بعض المساجين وتتقاسم معهم على الأقل نقاط الالتقاء والأسباب اللي خلتهم موجودين غادي ومن بعد وقت شكى صارت الشرارة الأولى على الأقل اللي خلتك تخمم بش أنت تكمل الدراسة عن تلك رجعت معناها للقراية وكتب بديت نقرأ كتب بديت نكتب لقيت راحة نفسية لقيت نفس سنين عملت تطهير لنفسي لقيت راحة نفسية مرتاحة نعدي الوقت معناها في سعم يتعدى الخميمة مش نقرأ الوقت ماشي ماشي وفيك صدمة خمس سنين كنت من عامين تصدمت لك خمس سنين خمس سنين من عمري ومشي عديهم لازم نستثمر ويمشو خسارة الحمد لله يا ربي انجحت كنت أخذهم كيفش كنت عدي وقتك في السجن كيفش كنت أقرأ بالحق عائلتي تعبوا معي على الأخر على الأخر باب ومي وخويا معناها على الأخر تعبوا معي كانوا يمشوا يطبعوا لي المراجع كانوا معناها يتحركوا بها بتلفة كديمة يمشوا لأصحابي يحاولوا يطبعوا لي الكور كل شي فهمتها والحاجات اللي ما كنت ما تفهمها مش معناها نادر كيفش كنت أعمل فيهم معناها معناها وشباب يقول لك والله ما فهمتش الكور مثلا الججماعة اللي في الثانية ما يقول لك إزمني أستاذ خصوصي برشا ناس تعمل على الكور وعلى الأستاذ باش يفسر له نونك عبد يلقى روحه قدام مادة وقدام معناها درس اللي ما قرهش في وسط مجموعة وما صارش تبادل الأفكار هكا في وسط القسم كيفش كنت تفهم المراجع معناها إذا كان تصير لك صعوبة ولا ما فهمتش نقطة معينك كيفش كنت تعمل والله معنا ما عنديش حتى حل لنا في اللحظة هذهك معنا ما عنديش حتى حل آخر معنا لازمني ينفهم معنا كسر رأس أنا بالحق مرات مثلا نبقى عادي معنا ثمانية بتاع صباح وشد الأطناشة تعليم نرمال معنا لازمني نكسر رأس لازمني نخرج بها الحقيقة ولهنا مش ننزيف شوية على أسما هل أنه المؤطرة متاع كان يقوم لك بزيارات غادي كده للسجن خاصة في مذكرة البحث في المنوار في الأخر في الأخر معاعد خط ريفيكتيف ما رأوا بالشيوث اللي يخلط يعمل الماجستير متاع ودونك يتعدى بخوزيسيوس كامل الميتودولوجي المنهجية يمكن يجي زادة دور المؤسبي دها اللي خليت فتحة البيب معنا للعائلة بشتعمل ساعة خطأ مش سير دخل دوكي مارا للحابس يلزم فما مراقبة معناها بالحق نشكر معناها جماعة تأييل وتكوين معناها في الجناح معناها برج العامري معناها من المدير معناها الأقل جراد معناها لخطر بالحق عبيد تعبس معايا تعبوا معايا على الأخر العائلة يعطيها صحة لكن زادة المؤسسة يعطيها صحة اللي كانت منفتحة على الأخر عبيد عطتني من وقتها ويروح كما نكون مثل الساعتين يزيد معايا ساعة زيدة مش نكمل هنا النجم نكتب والنجم نخدم عاونوني على الأخر معناها كنت الفرصة معناها يمتع لقريخت من حتلي أني هنا نتمتع بشوية حرية معناها النجم نخرج نمشي خصولي صال نخدم فيها فهمتني ولا أعطوني بي سي نخدم فيه معناها وفروا لي بالإمكانية المتاح أنت تحدثت على الاقتضاء في سجن المرنقية لو كان قاعد في سجن المرنقية كنت تنجم توسل كان قاعد في سجن المرنقية معناها نعمل لأي حاجة معناها ربما تعتبر أنه نجاحك نتيجة على الأقل للظروف السجنية في المكان اللي أنت موجود فيه صحة معناها هو ثم على هناك عوامل ممكن نزيدا على كلام ما ثم عوامل داخلية أنه هناك كانت عنده الإرادة بش أنه يقرأ ويطور من نفسه النادر تخلي الحبس لا نجم شي تخلي على النادر الطالب الكسون التي تضيعه لا نجم شي نحيها حتى تخلي المؤسسة السجنية كيفما كان يحكي لنا أنه في فترة أولى عمل ما يسمى منهجين الملاحظة بالمشاركة ويصل الحبس يلاحظ يدون لا نجم شي نحي الكاسكيد أنه طالب معناها الحل الغادي هيك الحاجة اللي كانت له دافع خطر الدراسة أو المطالع هو فيه نوع من الإدمان هو بدأ واحدة واحدة بدأ يقى روح ويعمل في روشيرش متاع كانس باش بعد شقال قال اه سيبوا أنا نقى روحي أنا مؤهل أنا رجعت للريتم متاع الكتابة متاع التفكير عليه لا توم ما نكملش نواصل في الماجستير هذا العامل أو الدفع الداخلي الذاتي ثم عامل خارجي اللي هو الأرضية اللي توجد فيها سجن برج العامري الظروف غاديكة متاع الإقامة نسبة السجنية غاديكة نسبة أقل شوية الأرضية ملعمة أنه علق الحط على مستوى التفكير ينجم يركز ما هيئلك مع أنت غرفة واحدك بش نجم لا 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 نحكي فيها على مستوى البحث فيما بعد لا لا في غرفة معنا مستركة معنا ما قديم مع أنت غاديكة السجنية اللي فيها لكن هنا بالبليوتاك صنع مكتبة لا ما نخرش المكتبة أنا نحضر في البيت نكتب في البيت ونمشي معناه للجنيح للتأهيل معناه عندهم السالة الأنفرماتيك بلغة الحبس أقوله قديم فيها كاترفة مقارنة بمورناجية قديم المورناجية معناه أنا قلت من 2014 2015 معناه كنت توصل إلى 120 128 معناه فرقة كبيرة أكيد الظروف التنهيد على الأقل معناها نتصور أنه السجناء اللي يرغبوا في مواصل دراستهم نتصور يتمطعوا بظروف استثنائية نسبيا معناها على الأقل في مدهم بالمراجعة في متابعتهم تو هو يحكي مثلا يقولك فمشكون حتى يقعد معايا هكا أو ليس بتبعض الحال تو كما ندر كان يحكي هناك فضاء خاص بالتأهيل وهناك قاعة فيها إعلامية ومن خلال معتها متابعتنا اللي هو قاعد يتقدم في مذكرة البحث متاعه خاصة أنه أنه سهنلوا عملية المؤثر ولا يدخل بصفة دورية بشي يقابل بشي يقابل يعني أنه على السجن أكد لكم لي كانت حتى تحدي من طرف المؤسسة السجنية تحدي من طرف المؤسسة السجنية وقالوا نادر في الأخر معناتها كانت عنا تقريبا نسبة الحضود نعرفوها لكبيرة نحبه وإحنا بيدو نستنعوه في النتيجة باعتبار ونذية حتى بشتتبدل العالقة بين العون أو الموظف المكلف بإنفاذ العقوبة مع السجين معاتشك العالقة العمودية رو قاعد يقدم له وبيدو في خدمة اجتماعية باش نسهلوله عملية الإدماج لكن أنت تقول لي شنوه الحوافز هو الحوافز تقريبا حسب القانون فماش حوافز كبيرة برش الحوافز اللي تلقاها وأنه أول حاجة إذا كان هناك مثلا مقترح متعصرح شرطي بالشيقع بتباية الحال الإنسان اللي متعلم ومتكون والمتميز يمكن هناك توصية بالنسبة للجنة الصراحة شرطي لأن النادر لا تنساوش حتى الإفراج متاعه بعد ما قدم البحث قدمها حتى في الكلية خرجناه وعملها في الكلية قدمها في الكلية هنا تمتع بيعفو رئيسي خاص لكن فما حاجة معناها أشار لها ونعرفوا الكل معناها سي سوفيان أن السجون التونسية تعاني من نسبة اكتذاث كبيرة جدا تو هو بيدو يقول لك لو كان جيت في المرنجية ربما ما كنتش نخلط للنتيجة هذه واحنا سؤال معناها اللي طرحناه في سبر الأراء هل تعتبر أن الظروف في السجن قادر على أنه الإنسان ينجم يكون فيها روحه ولا يواصل للتعليم ما تراش أنه على الأقل معناها نسبة مواصلة التعليم مرتبطة نسبيا بالظروف داخل السجن وبنسبة الاكتذاث في السجن اللي موجود فيه الإنسان ينقادي كامل في دراسان تعم صحيح وأنه أكبر معضلة عنها ونشتشكو منها المؤسسة السجنية هي الاكتذاث والاكتذاث هي خاصة خاصة بالنسبة لسجون الإيقاف بالنسبة للأشخاص الذين ما زالت وضعيتهم الجزائية معلقة بين البراء المفترضة والإيدان المحتملة ديجال هجه هو المحاكمة بتبعية الحال هنا وتعرفوا على مستوى وزارة العدل هناك لجنة كاملة منكبة تقريبا في إعداد مشروع قانون على مستوى تنقيح المجالة الجزائية وتنقيح المجالة الإجراءات الجزائية على مستوى التقليس من مدة الإيقاف التحفظي وكذلك على مستوى تفعيل بداء الجديدة للعقوبات هذا موجود قاعد يخدم عليه الوزارة ونجم يحكي حتى على مكاتب المصاحبة الذي تنجوه مع الأقل في الجزء الأخير الحلول الحاجة التي تأكد هي وأن صحيح الاكتظاظ أثر مش كما في سجون المحكمين لكن الحاجة مربوطة أيضا بالعزيمة والإصرار والإرادة متاع السجين لأنه يمكن بشي استثمر قتلة كان إيجابيا لأنه عنده الوقت مش كما الإنسان اللي خارش ما عندوش وسائل التكنولوجية كما تلقاها البرة ما عندوش وسائل الترفيه البرشة دونك يجم إذا كان عنده الإرادة كما نادر يمكن بشي استثمر إيجابيا الوقت متاعه وبالنسب للبرامج وضع إيجيبي هنا إنتي وشخ إنتي والإرادة بردب أسمى كانت تسمح جس ملاحظة على خطر تويكة نحن قاعدنا نحكي وعلى ندري يعطي الصحة معنى هو معنى يوصل بش حقق حاجة الإكسيبسيونيل وحاجة متميزة برشة في السجن لكن ما نسوش أنه ندري يعتبر زيدا يعني استثناء عليش على خطر البروفيل المتاعه ما هوش البروفيل اللي العام يعني معنى هو ديجا قاري عنده مستوى معين جامعي مستوى جامعي يدخل الحبس ما هوش كما مستوى ابتدائي ولا حتى يمكن حتى أقل ويعيش فيها شاشة اقتصادية واجتماعية وفما نوع من يعني فما نوع من كيف نقوله الإكسكوليجيون سوسيال معنى إقصاء إقصاء إجتماعي يكون عايش الإقصاء في المجتمع يكون معنى الاجتماعية والعائلية يعني وضعي هاشيشة ويدخل هكيكا للحبس معنى حالة أخرى هذيك هذيك يزم يتكون في الحبس مش متكون من البرة ويواصل يعني فما يصير طريق يصير صعيب معنى الأغلبية السجنية عندهم وحنا في الأمثال اللي بش نشاهدوهم اليوم على امتداد هذا الموعد ما رأيك أصلحة إفكتفما ومشكون اللي تخل ما يفكش الخط ومالك غيساء تبركال عليه معنى وصل لأخذي جايزة وطنية فيتير والحديث بقية فاضح خطة التعليم كبار هو برنامج وطنية لتعليم الكبار البرنامج هذي في إطار معنى الشاركة مع وزارة الشؤون الشمائية البرنامج يتكون من ثلاثة حلقات الحلقة الأولى هي حلقة التكميل والحلقة الأولى حلقة الأساس حلقة التكميل وحلقة المتابعة بالنسبة المساجين هو أول حاجة نوفر لهم كل مستلزم الدراسة بالتنسيق كيف مع الوزارة الشمائية مستلزم الدراسة معنا توسكي الدوكيمون القراية متاحهم والكراسات والأقلام ثاني حاجة يتم تجيحهم على مستوى البرنامج تعليم الكبار عليه خطر الشاركة متاحة توفرنا مع وزارة الشمائية أنه مدرس يقوم بالدروس من طرف الوزارة وزارة الشمائية يتم تكلفه بتقديم هذه الدروس وفي آخر السنة الدراسية يتم اجتياز الامتحانات وتترصد لفائط المساجين المتميزين جوائز على مستوى الولايات المطعب جائزة على مستوى الولايات من النوبة في برنامج تعليم الكبار نوفر الظروف الملائمة التي وصلت الديارات متاحهم من خلال تخصيص جناح خاص لهم مخصص هو لجمعات الأسلاح والتكوين ومنهم الخاذعين للتعليم تخصيصهم بغرف خاصة في الإقامة والسنتر نحال نوفر لهم بعض لامتيازة مثلا الأكلم وميزة توفير أكثر وقت للدراسة والمراجعة وضع على ذمتهم المكتبة كيف نوفرهم العائلات توفر المراجع نمدهم بالمراجع متاحهم وإذا تم أي تسهيلات يطلبوها ولا عندهم أي استفسارات نحاول نجاوبها بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمركز التعليم كيف يكون تنسيق خاصة في فترة الامتحانات كيف يكون تنسيق مع وزارة تعليم العالي أو وزارة تكميل مهني يعني كيف الإجراءات التي تأخذوها بش توفروا الراحة التي لا يمزع مشكور على أثر الاتفاقية ومذاء الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي تم تفعيلها تفعيل يتم أثر المراسلات ومكاتبات إدارية مع عميد الكلية أو المسؤول على الكلية كاتب الهات سيد الكاتب العام يتم مراسلتنا في برنامج الامتحانات والرزنامة ثم في الشكون يجي يحضر أي مركز إجراء امتحانات يجي محاضرة هنا يحضر الامتحانات ويشرف عليها شخصيا نوفره ظروف الأمنية كيف كيف نأمنوا المقر لكن تبقى خاضعة كما مقيت المترشحية قاعدت لأني في تعليم الكبار فماني بحكم أنا خرج مستوى ضعيف يصر مع تدائي فماني ظروف معنا أي واحد مر بها لك قاعدت لأني وتعلمت حاجة كنت من عرش كنت نهجي في المطالعة وعطا وليت ننجم نقيد كتاب ونطالع وذي كاي بيش نعدي بيه الوقت في السيف استدعان سيد وزير العدل أعطانا كرمنا أعطانا جايزة مالية إذا على القراءة خطر جيت لأولا فماني وأنت بالممارسة ماكوش مستوعب عن المرة أخذتها الحكاية مناتها كاكا بيش نعدي الوقت ويعطا بعد تعلقت بقى الحكاية وليت مشروع ناجح وقت فراغي وفمدي ما عندي ما نعمل أنا وبحكم ناقص فمني فمش كون مستوى أكثر مني قلعوا معي في البيوت فمني قيد وكتبات وأنا ما قيد شا فمني قيد كتاب متاع تصور ولا جيت لأني لكتاب متاع تصور فمني قال يشبيك ما تخراش وفضل يرجع على ساعب الجبار فهمني وصي شكري فهمني هو اللي نقيد لأني تعليم كتبار علش تبخ تفرج فالتصور بشوي بشوي تعلمت وليت نقرة فهمني وليت من قيد كتاب وكي بشتقرة معتا تحس روحك معتا كلي عندك امتياز شوي فهمني كيف وفم معتا تمطع معتا بجواز وزيارة بدون حاجز فهمني مباشرة معتا فهم برشة معتا كيف امتيازات معتا للعبيد اللي تقرأ وفهم عبيد المرة اللي اللي كلي وات مثلا بعد ما شاب هزول كتاب وكي المرة اللي اللي كلي تحس انتي كلي شوي استهزة معتا حتى مع صحابك فهمني كلي ومبعد بشوي بشوي فهمني العبيد كل معتا قيتها معتا كما قلو فما زاد كن نموذج معتا صحابنا زاد نادر اللي خرج هذك فهمني كفية ونس كل فهمني والت معتا زاد تشجعت فهمني قبل كنت معتا كما أخذ لك كتاب بش نتفرش في التصور فهمني ما نفهم وش فهمني تولي تنفهم فهمني ونقرأ وبرشح حاجيات معتا تتعلم تستفيد فيهم واخت فراغ ما عندك ما تعمل تولي تقرأ كتاب تستغل فهمني تعرف برشح تاريخ البلاد تعرف برشح حكايات كما شفتوا الساجين اللي بش نسميوها محمد معناها ساجين كان لا يعرف لا يقرأ لا يكتب كان يمشي المكتبة يتفرج في التصور لكن في نهاية المطاف ولا يعرف يكتب ولا يعرف يقرأ يعرف يكتب الخط العربي شفتوا واخذي حتى الجيزة اللي لو يقول معناها ندر يمكن من الحافظ من الحوافظ اللي خلتنا نزيد ونتشجع تعرفوا الساجين هذير تعرفوا عد حرش برج العامري نعم شنو تنجمت تحكين عليه بالله اسم معناها في النقطة هذه عندي معناها نقطة صغيرة ثم ساجين يحب يكمل يقرؤ يحب يعمل يتعلم الحق صنع هي مشكلتنا معضلة تعسيس العقابية وخص في السجون معضلة الكبيرة هي نسبة العود الساجين يكمل مدة الإيقاف ومدة الحكم ويخرج ينجم صعوبة مع المجتمع نظرة المجتمع للساجين صعوبة مثلا عن المجتمع الاقتصادي المالي العائلي في كل شي معناها معناها نحن كنحكو عن الإدماج لازم تنوفر مؤسسات ويكون حتى مثلا حتى السجون تكون معناها عندها دور كبير معناها هي التعاون ويش تدمجوا فيما بعد ما تسايبوش معناها أنت سايبت وتوسعي من الحب سيمشي على روح ويش يرجع لك هذا بالحق نسبة العود أنت تحدثت على نسبة العود هي تسعة وثلاثين بالمئة معناها نسبة مهمة جدا معناها من السجون أنا في النقطة هذه أنا نحب نعمل ونحب نكون جامعيا معناها تكون هي ثمرة اشتراك ما بين جامعة تعليم والبحث العلمي وبين وزارة العدل نحن نقطروا ونعتنوا بالمساجين معناها للطلبة معناها عندهم نيفو معناها عالي مثلا باكالوريا نعاونوهم بش يكملوا قرائتهم نوفروا له منها مثلا ندرنا تعبو برشا معناها بش يوفروا للعاجع وكل شي فهمتها معناها حتى يتنقلوا مثلا من القسرين التونس معناها بش يجيب لي الكور فهمتني معناها مرات يبقى بثلاث أيام اللي هنا بش يدبر لي كور هنا بش يجيب نحن نحب يعطيك صحة ناخذوا الدور هذيك ونقطر مجموعة من الطلبة معناها ونخلوهم نحن نوفروا للطلبة معناها في السجون واللي حب يكمل يقرأ وندعمهم ونعملوا معناه بالاشتراك مع جماعيات المجتمع المدني بتبيعها و بالخص معناها المدمنين معناها الخطر ثم معناها بالحق نجموا نحن بالقراء يبوكتيب معناها نجموا مثلا بحجرة واحدة من رب وعشرة عصاب معناها بالحق نجموا نكسبوا برشا معناها التلقيب في السجني عنده دور فعال وفعال جدا معناها مش يغير العقلية بتاع السجين معناها حتي نجم يكلمي تريض بيت معناها تصور انتي مثلا بيت فيها مثلا ربعين وياحد كيف يبدو يقرؤ في كتب مثلا ولا يقرأ ولا يعمل في أي نشاط أول حاجة بيش تعدي حبس ما هوش بيش يعمل لك مشكلة بش يلقى الوقت الفراغ بيش يمليه فهمتني ولا معناها ثم نجموا معناها بأبسط اقتصاد سياسي للعقوبات نجموا معناها نتنفوا بارشا ما شكل ونعملوا بارشا حاجات بيه وبيه بارشا وانا بلاي يسيسو فيان معناها 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 نحب واحد من الناس نحبرها ونقدم معناها عندي الحكية هذه معناها نحب نعملها نعاون فيها بالكذاب هو كلامك صحيح خطر بحكم وأنه نظام الإقامة في السجون هو نظام إقامة جماعي دونك السجين مضى به ديما القدوة متاعه السجين لأخل مهما أنت وفرت له الظروف وتحاول ترغبه سواء في التعليم أو في التكوين أو في التأهيل كيراه سجين في نفس الغرفة متاع قاعد يطالع وعنده رغبة في المطالعة ويأخذ برشة كتبها لأنا ما تنسيه وش أحنا كان نحكي لك على المكتبة السجنية داخل جميع المؤسسات تقريبا عنا أكثر من 51 ألف ورعمية عنوان كتاب حتى مع المنظمات كما المنظمة الدولية لمنهات التعذيب عام ناول بركة وفرت لنا عشر ألف كتاب تم توزيحهم وذي خليت حتى المساجين وللتقبل على المطالعة لأنه عند هالوقت خلافة للعزوف ما أنت البعض تلقاها لبرة إذا كان لبرة شفتوا تملك كتاب إيه أما هذا هذا توفرت له الفرصة معناها نقول أنا سجينة اللي معه نادر توفرت له الفرصة أنه يكون نادر معها بشي يكون هو حافظ النجم يكون سجينة خل كما قلنا في الميكروتروتوار على غلطة بسيطة معناها والإنسان خطأ بطبعه يلقى روحه في السجن يلقى روحه عنده مثال آخر يحتذى به اللي نجم يكون إنسان جرائمه كبيرة برشا وإنسان رجع للحبس ومتعود ومعناها بقطع النظر بش من ما نحسروش لكن فما جرائم أخرى اللي تنجم تكون هي زدها مثال وتنجم تأثر على السجين اللي بجنبي علشاننا نطرح سؤالة ذا وإحنا كما قلنا معنا حتى في سابر الأراء ترحنا قلنا هل الظروف السجنية تساعد على القرية ولا لي اليوم على خطر بقطع النظر طوحنا بش نشوف ومعنا حاولنا أننا ناخد الجانب الإيجابي للمؤسسة السجنية ونحب نثمن معناها بالحق على الناس اللي عونتنا في مدنى بالشهادات هذوم وعلى الأقل ورنا صورة حلوة من داخل من داخل السجن ومشكورة إدارة السجون لكن اليوم وقت اللي نقول أنا مثلا النار معنا المعيار الدولي هو أربع أمتار المساحة المخصصة للسجين حسب المعيار الدولي اللي حكيفتون 2.9 ولكنا كما قلنا نعرف الاكتذاث زادة هنا فما برشة سؤالة تطرح نقول عليك ما عانيش برشة نادر إذا كان الظروف تتحسن اليوم داخل السجن في عظم يكون عنا نادر بشواليو عنا برشة أمثلة كيما نادر صحيح ولا لا صحيح أنت حكيت على أنت حكيت على العدوى الإجرامية بحكم الاكتذاث معانتها لكن المنظومة السجنية والإصلاحية متجم ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية قلت لك حاجتين فما مراجعة المنظومة التشريعية واللي قاعدة تخدم عليها طوى وزارة العدل على مستوى التقليص من الأحكام الجزائية حتى خاصة القصيرة المدة لأنها ثلاثة شهور وستة شهور شنوه البرنامج الإصلاحي اللي بيش تقدمهول والإيقافات جدا هذه حاجة الحاجة الثانية وأنه تحسين البنية التحتية اللي برش عبيد يلوموا على الإدارة العامة للسجن والإصلاح كل قاعدين تبنيوا في الحبيث بتشجعوا على الإجرام واللي احنا نحبوا نهيئوا السجون متاعنا بشوالي تنسجم على المعايير الدولية لأنها ما تنسيوا السجون متاعنا احنا ورثناها ما كانتش مهيئة كفضائيات للإصلاح كلها كانت سكانات عسكرية واناكما سجن باللي جديد عن قيبس تعاود عن برج الرومي دونك أذوم السجون لا وقبل أحقاقها للحق معنا للناس اللي تتفرج فينا قبل السجن لكانت تزوروا منظمات حقوقية لمجتمع مدني لكان يزوروا أعلام معنا بالحق هذا مغلب هذه حاجة دونك لهنا إذا كانت تتقلص نسبة الاكتذاث وتتحسن البنية التحتية وتوصل بشوية تدريجية نوصل للأربعة متر موربع وكل سجيني واللي عنده فراش فردي معاه نوفر له جميع خطر الورشات هذه التأهيلية والإسلاحية هكتشوف تطو حتى المصوغ والأليمنيوم كي تعملوا دورا في السجون وتشوف الإبداعات متع المنتجين والمنتوجات متع المساجين ومعاه لكن الدولة وحدها روما تكفيش لابد من المجتمع المدني أن يعاضي ده مجهود الدولة على كل الأحنا بعض بيش يكون معنا سي جمال مسلم رئيس رابطة ونسعي للدفاع عن حقوق الإنسان مش نحكيه أكثر على ظروف السجنية مريم طلب التعقيب فضل طلب التعقيب على خطر الهن قاعد نشوف كأنه قاعدين دوروا في حلقة مفرغة قاعدين دوروا في حلقة مفرغة دون كالسانس بمعنى أنه كما قال نادر المشكلة متع الاكتظاد هي حاجة معناتها يسر مهمة في تحفيز وإلا بالعكس معناها مشكلة حتى بتعليفتي ذات معناها ثم مشكلة عندها مشكلة في طول مدة الإيقاف معناها مدة الإيقاف اللي هي طويلة وحتى في السجن بعد الأحكام التضائية معناها حتى بعد الأحكام التضائية معناها حتى بعد يسر حتى لو يش تقولي سالة معناها فيه 80 بشر ما هو شوية راو 80 ما يتماشي شوية بالنسبة لل بون شوية بالنسبة للسجن اللي فيه 120 ولا أكثر لكن 80 برشا يظهر لي أنا الحكاية اللي كلها تكمن فيه سياسة متاع دولة اللي يلزمها تولي تخمم كيفاش يولي معادش فما الرجوع للحبس معناها هذه المعضم الكبيرة اللي قاعدة معناها تخلي أنه الحبس مكتظ هو مكتظ يمكن معناها بناس قاعدة تقوم بجرائم لأول مرة لكن أكثرية بناس قاعدة تعاود تقوم بجرائم بعد ما تخرش المسألة يظهر لي أحنا تركيز متاعنا ميزمش يكون في الحبس الداخل يلزم يكون في استمرارية المتابعة والعليز والمتأثير البر من الحبس للناس اللي خرجت تكون فما مؤسسات وهيكل تتخلق معناها من عند الدولة بجراء تولي فما متابعة ما بعد الحبس مش مشكلة حبسك يتكون ولا يقرأ بعد ما يخرج فما متابعة يزم تكون باش هكالشخص هديك يتم إدماجه من نور جديد في المجتمع بطريقة ناجحة مع ذرا برك مع ذرا برك معاد عاتيني ثلاثين سيجوندا باش نقرأ دوستاتيو فيسبوك ونرجع لك أمل تقول اللي يحب يقرأ ويصلح حاله ويعمل عزيمة وقلب ويقوي إيمانه في أي مكان وزمان والصبر مفتاح الفرج ياد ياد يقول هل الساجين ذو إعاقة تتوفر لديه أو دراسة في ظل بيئة غير معايقة هل نجاوبوك بعد ما نمشي المعارض أنا نحب اليوم ثم الصورة في غاية الرواع أنه نادر أول مرة يدخل كمذنب يحب يدخل ثاني مرة كمصلح هذه الحاجة تحسب ليله هو وتحسب ضد المؤسسة السجنية اللي ساعدته بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة أنه خلت له الرغبة هذه في الإصلاح والرغبة في الدراسة مشكلة الاكتظاظ مش فقط مشكلة رأي تمس السجون التونسي هنا نقول سجونة بريطانية عند نسبة الاكتظاظ 130 سجين على حساب 100 سرير في فرنسا 124 على حساب معانتها 100 سرير في بلجيكا 117 في بردوغال 116 معانتها المشكلة متع الاكتظاظ هي مشكلة عالمية لأنه اللي ممكن نقطة الاشتراك ما بين السجون في تونس سويد في بيلي ما عندها مش حبوسات وين؟ في السويد ما عندها مش حبوسات لا عندهم بلجيكا فرعت حبوسيت هنرمان ما عندها حتى في بلجيكا موجود برغين افكتف ما هو هنا في منحة آخر خطر نحكي هو نجم نصدرولهم شو دول الأوروبية ويعرف دول الأوروبية السجون في الدول الأوروبية خطر نقطة هنا مش نوضحوها في الدول الأوروبية هي السجون على ملك الخواص وليس على ملك الدولة هكو لا سي سوفين لا مش الكل أما في أغلبها هي في معلم الخواص كما في أمريكا وكما في كندا كيف كيف إذا ما تماش مساجين يكري معناتها اللوكال عكس أحنا أنه يرجع معناتها تراتبين المؤسسة العمومية مشكلة اقتضاث بارتو ما لهنا النقطة الاختلاف هل أنه داخل السجون التونسية قاعدين نعاود يعادة الإدماج نحب نحكي داخل السجون التونسية خطر مشكلة الاقتضاد لهنا أنه الكونفرونتاسيون اللي تصير داخل السجن أني نقعد أنا فرد شامبري سامح نحب نختار الكونسيب تمتح مهم المفاهيم السجنية يدخل لهنا في وسط الشامبري معاه مثال في جرائم متع قتل في جرائم متع تطرف في جرائم متع إرهيب ينجي يدخل هو مثال على جريمة يقولوا احنا بي نظفرين نفرح كي معنات على السرقة أو على استهلاك مخدرات متع عام وفيسبا يخرج من غادي مشكلة الاختيالات هذا المشكل يخرج من غادي يكون موقوف على جريمة صغيرة يعاود يرجع صارت في بلجيكا في مدة لقافهم وتخل هو بديانا إيكس يعاود يخرج ومشاعمل العملية الارهابية في باريس في فرنسا هو من خارجي سجون في بلجيكا مشكلة هذه المجتمعية ككل احنا اللي يحسب المؤسسة السجنية خاصة ويحسب للثورة التونسية انفتحها على الفضاء العام وعلى المجتمع المدني اليوم ولينا مؤهلين اننا ندخل ونقول مؤهلين خاطر من ما بتواندي كسكيت متاع سوسيتي سيفيل معاكم اننا مؤهلين ندخلوا داخل السجون التونسية ونعملوا عملية المراقبة ونشوفوا سير العملية السجنية ونشوفوا العلاقة ما بين عاون الأمن أو عاون للسجن غاديك ما بين السجين هذي ما بين الحواج اللي تحسب لنا لكن لازم تكونوا واضحين سمحني ياسما في آخر نقطة انه خاصة كيف ما قالت مريم بعد كونتونيتين اللي حاشي بها هل انه المجتمع التونسي مش نجاوب علي احنا في النقطة هل انه المجتمع التونسي في ربط منهجي بش نتعدي بالضبط هل انه المجتمع التونسي قاعد يهيئ لاستقبال خارجي سجون او لا افكتف هذي سؤال بش نترحوه بعد من نمشي فاصل احنا في الموسم الفارت من رايك أسلة حكينا على حياتي بعد السجن وفجئنا بانه برشة الناس تتعاقب معناها جزائيا تتعاقب قانونيا تتعاقب معناها مجتمعيا وفي نهاية المطاف ما تلقاش معناها بلاستها في وسط المجتمع دون كل يوم زادة ادماج السجين ما بعد الفترة السجنية مهمة من كيما قلنا فاصل ثم نعود فضل زوجك وإلا زوجتك تفوتوا بعضكم بفارق كبير في العمر الفارق الكبير هذا في السن كان السبب في أنه علاقتكم تنجح أو بالعكس فارق السن خلى برشة مشاكل واختلافات تظهر بعض العرس كان تعتبر أنه فارق السن ما عنده حتى قيمة في علاقتكم الزوجية وإلا بالعكس شفتوا حاجة مهمة إذا عشت تجربة مماثلة وتحب تشارك معنا تنجم تتصل بنا على الرقم 56-788-905 وإلا لصفحة البرنامج رأيك أصلح ناخد معلها نيتر ني نيدر كما قلنا بسم الله ما شاء الله ماجستير في الفلسفة برطبة حسن جدا كيف شترا المستقبل والله أسمع معناها ما نكذبش عليك مش نحكيك من الأخر أنا خايف منه المصدر على خطر ما أحبش أننا علىها نعاود ناخد شوك أخرى ولا نتزدام معناها نحبش أنا نحب نتحرك نحب نخدم نحب نعاون نحب نكتب عندي برشة مشاريع نحب نخدمها في إنتني ولي خايف أنت نقوله أسمع سمحني في العبارة جزء معناها بشن هكا بشن فادلكو بها شوية أنت ساجين خرجت نيونيو معناها أعطينا نظرة المجتمع على الأقل معناها في فترة الصغيرة من وقت اللي خرجت لليوم نادر كيف شلقيت معناها العائلة الكبيرة والحومة والمجتمع لقيت معناها استقبال هكا لقيت النظرة اللي كنت تنتظرها وإلا لا تحس أنه العباد رغم أنك عديت العقوبة السجنية متاعك مازالت تغذر لك هكا السجين اللي أذنب واللي يزمي نغذر لك مواطن درجة ثانية والله الحمد لله أسمى معناها أكثر حاجة معناها ربحت أنا من الفترة هذه كانت معناها كملت قرايتي ونجحت وهذه كانت لها ردت فعل إيجابية حتى في العائلة والصغرة أو في المجتمع أو في حمومتي في كل شيء أنا كخرجت كنت موضم حفوة عبيت فرحة بالحق عائلتي فرحة حتى كخرجت الحمد لله ما قالوش مثلا أنه كان مربوط والكستاجي لا هونوك الإخذاء المستير هونوك الانجاح كنت ثم حاجة إيجابية أنا كنت رح تسئل بطريقة أخرى تتوقع في الأيام القادمة أنه من السهل أنك تلقى خدمة والله مرمومون لا علي خطرة عليش خطرة ما ثميش ما ثم حد كلمني ما ثم حد ما أستدعاني على خدمة يجا أعمل هكذا هو في العادة راه هو الانسيم هو لو جاء لخدمة أنا قاعد معنا الواحد يسعب أنا قاعد نتحرك نحب نمشي مثلا نحب نمشي الوزارة العدل نحب نمشي الوزارة التعليم العالي عندي المسرحيات نحب ننشرها عندي مذكرة نخدم في أتو معنا بديت نكتب فيها نحب كيف ننشرها معنا عندي برشة دي مشاريع ومعنا دي برغرام نحب نخدمهم أما معناها خايف خير مثلا ما تسكر البيبين في وجهي فمتني ولا بش نأكل شيوك أخرى معناها منحب بش أن ننصر لها معنا اللحظة هذه إن شاء الله ما يمكن معناها شكوني يعاوني شكوني مدلي معناها يدي أنا مديدي نحب شكوني يعاوني نستنى في شكوني يعاوني أنا التوكه إن شاء الله هو يظهر البيبين كانت سكرت وقت لي بيب الحبس كانت حلت البيبين وبيب الحبس مسكر ماشي مش تتسكر وقت لي البيب الحل إن شاء الله إن شاء الله سيسوفيان كما قلنا نظرة المجتمع ساعات تكون أقصى وأشد عقوبة من العقوبة السجنية اللي قضيها للسجين يقول قايل إنسان أخطأ خذي جزائه اتعاقب عدى العقوبة متاعه ومبعده خرج فما حاشتين يعاني منهم عادة السجين ونا متأكد مش هذالي بش نقوله تو نظرة المجتمع اللي تقعد بيقي تغذر لك كإنسان مخطئ رغم أنك خلصت الفاتورة نظرة دونية ديما بالضبط والحاجة ثانية إنه البيترواء البيترواء اللي برشة منظمات حقوقية وبرشة أطرف من المجتمع المدني قالت على الأقل علش من لول معناها العقوبة تتقيد في البيترواء علش مثلا مش في سورة العود خاطر تحب ولا تكره اليوم على الأقل في الوظيفة العمومية من أهم الوثائق اللي تتطلب هي البطاقة رقم 3 لونك إذا كان بطاقة رقم 3 نظيفة لونك عندك إنشانس بش تخد إذا كان البطاقة رقم 3 سمحني في العبارة مصخة وهي العبارة درجة دونك ورقتك بش تتعدى من لوتا صحيح ولا لا وهذه هي المشكلة معناها توا معناها من الخارج من السجن معناها كتسكر البيبين كل في وجه ورابط بيب بش يرجع للسجن صحيح ولا هنا أول حاجة وذي معنات هنا دور التثقيف والتحسيس للرأي العام والمجتمع باعتبار وأنه نظرة المجتمع للسجن يقولوا نظرة المجتمع للسجن إذا كان أحنا بش نعقبوه مرتين وبش يرجع لنفس الظروف اللي يلقاها قبل ما يقع يدعو ملون للسجن أوتوماتيك مو بش يرجع أذيك عليش معناتها يلزم هنا عمل يكون عمل متاع الشبكة كاملة عمل شبكي معناتها تتقاسم فيها جميع الوحدات نظرة المجتمع يزي ما تتغير السجن وخاصة هناك بعض الفئات الخاص كما مثلا السجينة اللي تكون أكثر نظرة مش كما السجينة كما السجين حتى في اللغة العامية نقولوا حبس للرجال على الأقل الساعات المنحرف كي يخرج إذا كان بش يرجع للوسط متاع الأصحاب واللي هما تلقاهم منحرفين واللي يعطيوه مكانة على خطر كان في الحبس بش يرجع للجل الهراف بالعكس يحبوا عنده مكانة اجتماعية بالنسبة للبطاقة سوابق صحيح هناك العديد يجب أن يكون نقي بطاقة سوابق على مستوى القانون التونسي الحالي وبالرجوع إلى مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة الفصول 367 28 69 الشروط متاع استبداد الحقوق وأنه يجب يقدم مطلب إلى لجنة العفو بوزارة العدل كل إنسان بعدما يقذي العقاب إذا كان ارتكب جناية يلزم الفترة تكون بعد عامين بش ياخذ يسترد حقوقه إذا كان جنحة بعد 6 أشهر بطبيعة الحال المطلب هذي وقت يقدموا للجنة العفو بوزارة العدل تدرسوا بعد كيفش تكون العملية بعد إذا كان المدة توفرت بعدما قذها اللي كنت نحكيها لكم تنعقد لجنة العفو وتمنحوا الاسترداد الحقوق لكن يلزم يكون تواه الحالي بالقانون صراحه يكون مفيدة للمجتمع بمعنى وأنه خلال الفترة متع الاختبار ما جيتش حتى تقريبا أعمال الخطأ أو السلطة الأمنية أشعرت وزارة العدل وأنه السيدة تخلي في الانحراف من جديد سمحني سيوسفيان حتى تلمذة معناتها اللي يعدي عقوبة تتجاو ستة أشهر هل أنه عاودي نجم يرجع يقرف اللي تتيك ولا لا بالنسبة لتلمذة هنين نرجع لمجالة حماية التفل أول حاجة فما حالات يرجع فما حالات ما يرجعوش الحاجة لنأكد تتشوفهم الأطفال داخل المراكز الإصلاح لأنه لما تعرف التدابير يدعو بالمركز الإصلاح هو آخر مليذ يتحكم بقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال هذه حاجة الفترة ما زال حتى عنده شهر نحاول نسك مع العائلة سواب المراجعة بشي يقرأ ونأطره حتى على مستوى هناك مربين داخل المراكز بشي يقعد يقرأ لأنه في أي وقت يمكن يقاضي للأطفال بشي وعيد النظر أو تلك التدبيل قابل حتى للمراجعة يجب يخرج في أي وقت ذلك علش مش مخليوش يخسر كل الفترة اللي كان يخدم فيها لكن هناك إن شاء الله في المشروع متع المجالة الإجارة الجزائية نأمل وأنه سواء تقليص من عملية المدى متعلى السريرات للحقوق بش نخليه نيسره أكثر عملية إعادة الإدماج إن شاء الله على كل حال نتمنى لك كل التوفيق نادر في قادم الأيام بالحق لي ما قلت لك أنت مفخرة التونس مثال يحتذى به إن شاء الله ترجعنا في حلقة أخرى عليش ليه معنا نحن عمنا المسنعة عمنا حلقة حياتي بعد السجن نجي تحكينا على المشاريع ولا نستدعوك هكا كسيناريس متاع المسرحية والمسرحيات خليلك المجال بش نختم معاك سيناري أسمح نتو معناه في الفترة هذه أحنا ديما نحتدو بالنماذج الغربية لازمنا نبعد عن نماذج القمعي والإكراهي معناها للعقاب خطر نتو نجو نشوف مثلا الإنسان بطبعه متمرد معناها ردة الفاعل قوية وعنيفة يعطيك الصحة على قد ما أنت بيشتخذ مثلا تم مفهوم مهم برشة في النموذج العقابي الغربي وأنسنت العقاب لازم العقاب يكون إنساني وتلطيف العقوبات والقوانين على قد ما تنحي معناها تلطف القوانين على قد ما نسبة الجراء معناها يعطيك صح تنقص معناها تلطيف القوانين وأنسنت العقاب وأنا نتوجه لكم بالشكر مرة أخرى معناها شكرا لك أنت زادة نادر وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تصفيقة كبيرة على نادر السامي شكرا لك شكرا لك فيما قدك إن شاء الله نتمنى لك كل النجاح إن شاء الله من حسن إلى أحسن نمشيوا للريبرتاج الموالي أنتو كاميرا وفريق رايك أصلح كان موجود بسجن المرنجية ونقن لكم الشهادات هذه كل واحد في الدنيا معرض أنه يخطأ ويغلط ويتجاوز لحدود المسموح بها على هذا توجد القانون والقضاء بيشعاق بالمتجاوزين ويحسسهم بغتاءهم من هوني نلقا برشا مسجونين موجودين داخل سجون يقضي في فترة العقوبة متاحهم هذه المدة اللي تعتبر فترة سودية في حياة كل إنسان ورغم الظروف القاسية والندم اللي يحسوا بي والبعد على العائلة والأصدقاء كل هذه العوامل ما منعتهم شيء من أنهم يحاولوا يستنفعهم من الفترة المقضات ويستغلوها لصالحهم من خلال التعليم والتكوين والحصول على شهائط مكنهم التحسين من مهاراتهم وتخليهم يعطيوا لأنفسهم أو فر الحموض داخل السجن المرناجية لقينا برشا مسجين كاملوا قريتهم وتحصلوا على شهائط عليا في اختصاصات مختلفة فضل ظروف الملائمة والإيطارات المشرفة عليهم لساعدتهم في توفير المراجع والظروف الملائمة في أنهم يحققوا حلمهم يستغلوا فترة وجودهم داخل السجن حاليا عندي مدة قاعد نقرة واستفدت في الدراسة وبعدت على برنامج سمح ياسر وحاليا برنامج ناجح ويبعد السجين حتى على أقلق ويستفيد السجين عند وقت يقرأ السجين يستفيد أنا هنا نقرة حصلت على الإجازة في القانون الخاص تعبت برشة بصراحة وتعبوا معي إدارة سجون وأعوان وإطارات سجن المرنجية من 2015 قريت عامين أنا في كلية الحقوق والعلمة السياسية في كومبيوس المنار وشاءت لأقدار أني عملت قضية يعني لأقدار شاءت مش أنا شاءت يعني الظروف هذه اللي لازلتني وخلتني نعمل قضية بش نجي للسجن ورغم دخولي للسجن ما يقسش مربعت شي داي ما حبيتش ناقف حبيت نواصل في اللي كنت نعمل فيه البرد قدمت مطلب من سجن برج العامري وفقت لي إدارة سجون برك الله فيه وفق لي زيت سيشان مرحيمي جيت لأهنا للسجن المرنجية وقيت كل الرعاية والإحاطة أنا سيجين من مرنجية ونقف عندي عام 13 والتوامز لم تحكمتش حكيوا على مسابق الديراتي وش ناكملتوني والله عندي خليت البكالوريا متاعي وميخذ إجازة في الفندقة والسياحة وفي بيلي بش تكمل قرائتك هون نحب ناكمل مستير متاعي لهنا ويحد يقول الموضة اللي عادة في السجن عقلي تسلح له حاجة يخرج وما يرقى يروح ونقسرش الوقت اللي عادة يرقل في الحبس نجي للمكتب وقت اللي نقلق نرجع لبيتي معتا بخلينك على راحتك بخلين على راحتك مع انت وفق مراتي وزيد حاجتي بيكتب بيجيبولي ريكتب جيبولي مثلا يعانيت من البر ساعة ساعة جيو زيارات قوضات وإلا محامين يقولوا اللي اشتحب بيجيبولي زيد والله يفهمها بيليوتيك لهنا معنى واحد نجم يقرأ فيها واحد يدخل ما راجع متاعهم من بر وفهمهم ما راجع واحد ينجم يستخدمهم من هنا يكمل بيهم قراءة يتوسع بيهم روحهم معنى وكانش يبقين كما ندخلهم من بر لحكين القرين كما نصحق لندخلهم من بر يعني ثم تجيع والحمد للآله وثم زيد زميلي آخر وهذا شخليكم نجحتوا ذالي خلينا نجح ثم زيد إرادة للنجاح والله كيرقى واحد يحب يقرأ كما نقولوا يدزوا معهم حاولوا معهم يساعدون مكسيموم بيش يكمل القراءة متاع أنا حبيت نسخل الوقت هذي وقت فرق كبير يسر حبيت نسخلوا في القراءة نجحت في الإجازة في القانون الخاص قادتلي إشكالية في الماجستير ويحتاج لكون تتجربة اللي عداها لأنها استفاقة معنى هفاق بها يكمل معنى اللي ما عملوش لبرة ما ينجم يكمل اللي يعملو الداخل معنى بشيق نساق لبرة ما يفايعوش نكمل معنى قراءة متاعي نخرج مرقش رحي ما عملت حد شي المدى لعدي تفتري عدد فسج ما عمل فيه حد شي طموحاتك نهاريخر طموحاتي نكمل في المجال لتعدي يرسع متاعي ناخذ تجربة كبيرة معنى في التجربة منطع السياحة ونهاريخر إن شاء الله نحل البروجيه متاعي الإنسان راو موش ما يتولدش مليك وراو كل المري إن خطاء وخير وخطاءنا توابون وإنسان يتوب معنى كل واحد تاريخ متاع التواب متاعه وانا نتوب بالعلم هو أكبر دليل أني في المكتب متاع السجن المرنجاية أمس لناجحة أخرى من داخل أسوار السجن كل التوفيق للناس اللي طالب العلم ولي خيرت إنها تكمل حياتها بصورة عادية وإنها تكمل مسارها الدراسي داخل أسوار السجن نستقبل مع بعضنا سي جمال المسلم رئيس الرابط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان أهلا وسهلا مرحبا بك تحدثنا قبيلة على بعض الظروف وقلنا يلندرها الظروف داخل السجن اليوم تساعد السجن التونسي إنه يكمل التحصيل العلمي متاعه سؤالي المواجهة لك كرئيس الرابطة كيفاش وقفت على الظروف السجنية للسجن التونسي اللي يرغب في مواصلة الدراسة أو التكوين شكرا مدم أسمع تحية للمشاهدات والمشاهدين التلفزة الوطنية صحيح حاولت انتبع النقاش بكري سمعت شوية لكن أحنا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكونات المجتمع المدني عنا تجربة متاع زيارة أماكن الاحتجاز والسجون والإسلاحيات للقيام بدورنا كمجتمع مدني في رصد الأوضاع والحرص على تطبيق المعايير الدولية والقوانين الوطنية في اتجاه أنه يقع احترام شريحة متاع السجنات والسجناء والأطفال إيه كيفاش الوضع لكن الأوضاع اليوم شفنا مثال متاع سينادر كان معكم على البلاتو ويعطيه الصحة وظاهر أنه فما شحنة شخصية وإرادة كبيرة باش يواصل دراسته وتوفرت له ظروف الدنيا لمواصلة الدراسة والحصول على المجستير متاعه بامتياز لكن الإرادة هذه من القوهيش عند السجنات والسجناء بقطع نظر عن الإرادة أعطينا على الظروف على الأقل كيفاش القيطة؟ أحنا نشوفه أنه في خلال زياراتنا وعملنا عشرات الزيارات لسجون تونسية أنه في الحقيقة ما تلاقيناش أي شكوى نطلقوا عديد شكاوي أنه منع أو عدم توفير موارد لمواصلة الدراسة عنا شكاوي بعلاقة بمواضيع أخرى متعدة ومتنوعة وكثيرة لكن بعلاقة مواصلة الدراسة ما تلاقيناش في في الرابطة أما خلال زياراتنا عنا ملاحظات على أولا الظروف اللي كنتوا تحكي فيها قبل ولا نحب نوصلوا للمعايير دولية وإن شاء الله نوصلوا بجهد نسكل لإدارة العامة للسجون وزارة العدل لكن المجتمع المدني والمجتمع والمنظمات العالمية والهيئة الوطنية للوخيم التعذيب والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بجهد نوصلوا نقربوا أكثر فأكثر لتحقيق المعايير الدولية اللي نظم مثلا عملية الاكتصاد إلا أحكيتوا عليها العملية من الاكتصاد نعرفوا أنه النتائج متاعوا كثيرة بما فيهم عدم القدرة على التركيز عدم موجود مكانه وأنه اليوم في بالي وطرحنا على الإدارة العامة للسجون ووزارة العدل في تقاريرنا الأخرة لتوفير الفضاءات الملائمة وتوفير كل المراجع والمكتبات تنجم تكون مكان ملائم للمراجع وخاصة أنه تحسيس الطلبة اللي عندهم كانية موصلة الدراسة من ناحية واتلامذة لا مش يجتازوا البكالورية ولا حتى مستوى أقل لتوفير ظروف ونعرفوهم لأننا ما نعرفوش قدش المساجين أحنا كرابطة مساجين طلبة اللي ممكن يواصلوا الدراسة من ناحية نعرش لدر لحديش بالنسبة بالاختصاصات بالسجون في 2017 كانت 32 وولت سنة 2018 35 عدد الوراشات التطور من 2017 كان 81 ورشة ولا 110 ورشات في 2018 عدد المساجين المتكاونين والمتأهلين في 2018 1780 نشحوا منهم 1045 اللي يعتبر رقم محترم معدد الأطفال المتكاونين في 2018 1948 نشحوا منهم 315 تقريبا هذه الأرقام نعتبرها إيجابية مقارنة ببعض الدول الأخرى على نطاق عربي أو على نطاق عالمي وإلا نزلنا ترتيبيا ما تأخرين شوية بسرعة عنا الإمكانية بش نقدموا أكثر من عرش الألف سي سيشيان الألف وثمانمائة الأقراء ونشحوا ثلاثمائة أذوم اللي تابعوا برامج التكوين والتأهيل مش على التعليم العالي على مستوى الورشات ومستوى التكوين المهني لحظنا وبعثنا واقترحنا مقترحات في الجنب هذي أنه فما مسافات كبيرة نجموا نقدموا بها ونوعية الورشات ونوعية التدريب ومواصلة التدريب لأنه فما عدد كبير ما يكملش التكوين المهني سواء لأنه حول السجن آخر سواء أنه العقوبة انتهت سواء أنه فما زاد عقوبة يطلقها داخل السجن وبالتالي فما عدد كثير لاحظنا أنه ما يوصلش والعدد المتكونين بالنسبة للعدد الجملي يبقى راه مدم اسمها يبقى مزال دون المؤمل ودعوة أنه انكثروا من الورشات ودعوة أنه المدربين زادا يكون عندهم كفاءات ومؤهلات ومهارات أكثر لتحفيز الواحد لأنه شفنا احنا مختلف الورشات من الورشات في سجون المخصر الرجال وإلا بالنسبة للنساء وتعرف السجن هو أحتجاز هو سلب للحرية لخلاص المجتمع في جرم قاموا به لكن السجن زادا هو مجتمع مضايق عنده قوانينه وزادا يشكل مدرسة ومدرسة إلا ممكن تعيق إعادة الإدماج في المجتمع إلا يقعد مدرسة يتعلموا فيها يتلكني يتعلموا فيها حاجات أخرى حاجات بالاحتكاك مع أصحاب خبرة ونعرف نسبة العود اليوم 38% عالية برشا لكن تجربة متعسوسة التي عملت وهي هم برشا مكاتب الاستحاب الناس بعلاقة بجنح صغيرة مدخلص للشجن لكن تعمل عمل مدني نسبة العود فيها أقل بياسر أقل مش طر هذا نحك بعد شوية في الحلول أو على الأقل الحلول على المدى المتوسط والقاري ماريا حبيت نعقب على الإحصائيات التي تعطيتهم الأرقام ومعنا جمال تويكا الذي قال أن الناس التي تتكون تبدأ التكوين في السجن ساعات وأغلبية الوقت لا توصل وهذا الذي يفسر فهما كذلك لاج وهذا الذي يفهم برشا يبدأ ولكن في الآخر الذي يتحصل على شهايد مثلا شهايد مهنية وإلى تعليمية يكون قليل برشا هنا هي الصحة النفسية التي هي مهمة برشا في السجون أن نتلهو بها لماذا؟ على خاطر في المجتمع السجني في داخل السجن الصحة النفسية متاع السجناء شذة للغاية أكثر يمكن حتى بعشرة مرات أكثر من المجتمع الخارجي فما يمكن تقريبا نصف معناها سجناء حسب دراسات مش اللي في تونسا كهاو لكن حتى البره يمكن نصف السجناء يعانون معناها من اضطرابات وإلا أمراض نفسية كيف يبدأ الإنسان عنده اضطراب نفسي ولا مرض نفسي كيفش إنا ننتظر منه أنه يكون عنده الرغبة وإلا الحافظ والاستعداد أنه يكمل مثلا التكوين وإلا دراسة ممكن يكون هذا تفسير من التفسيرات التي تتعطال للفهم هالأرقام والمتابعة النفسية في داخل السجن إنه يمكن تويكر نستقل فرصة وجود سيسوفيا اللي هنا باش نسألوا قديش على السجن اللي موجودة في تونس فماشي أخصائيين نفسينيين موجودين في داخل السجن وإلا مقتصين في علم الاجتماع زادة اللي هما مهمين برشا الوجود متاحهم يكون مهم في التأثير وزادة في تحفيز السجناء على أنهم يواصلوا قدر المأمول تقريبا عنا اللي يخدموا في الميدانيين ما يقارب 27 إخصائي نفسيني ويذي يعتبر هزيل جدا على سجن الكل على جميع الوحدات السجنية هذا مع أنت موش 27 حتشاي تقريبا نسبتي ل حتشاي 27 أخصائي نفسي على 22 ألف سجين واللي وتعرف الإخصائي نفسي يقوم بدور هام حاصة في الاستقرار النفسي متاع السجين أثناء المحادثات تكثيف القوافل النفسية والصحية في بعض السجون مع تركز على بعض السجون بالقوافل كذلك في بعض الحالات إذا كان ترتقي الوضعية متع الاضطراب النفسي والطبيب يقر وأنه وذير وفما ولا اضطراب نفسي يستدعي التدخل متع الطبيب النفسي لأن هناك سيدة معنىش برشا الطبيب النفسي تقريبا هناك طبيب نفسي أو اثنين المتعاقد مع المؤسسات السجنية معناها كان ينجم يتم إدماجهم في السجون معناها اليوم نطالبوا أحنا بأخصائي نفسيين في المدارس ألوخ المؤسسة السجنية معناها عبد يعلم به ربي يلقى روح وما بين أربع حيوت معناها بالحق 27 أخصائي على 22 ألف سجين وهذا أسمى زيدة حاجة مهمة برشا بش ننوش لأننا نتفدي العود هذا حاجة مهمة هو هناك المشكلة أسمى كما قالت مريم أنا ناخذ مثال في أوروبا 15.6% من المساجين في أوروبا أقدموا على محاولة الانتحار بسبب المشاكل والإدمان على المخدرات والإدمان على المخدرات زيدة كيف كيف هو مشكل نفس بالأساس في الإدمان على المخدرات سمحني نقطة كامل معاك مريم زيدة حتى على حالة التحرش اللي داخل السجون ثم مشاكل كل الأسباب النفسية وجود البسيكولوج والسوسيولوج وجود ضروري أنا كنت في درجة قبل من أبدأ والبرنامج قلت السوفيان أنا نجم شخصيا نقدم تطوعا باش نحاول نصلحه ما يمكن إصلاحه ثم الكفاءات وثم كيف ما قالت أسمى ثم البطالة البسيكولوج سيختو ثم لسوسيولوج زيدة هل إن الدولة التونسية باش تعمل مخطط كامل لإصلاح المؤسسة السجنية رأوا الإصلاح ليس فقط بالردع وبالقوة نكونوا واضحين خاصة بالتأهيل النفسي والاجتماعي ماريب هو في بالنسبة للهاشاشة معناتها نفسية للسجناء هاشاشة كبيرة يسر نفسية معنات عرضهم مخاطر كبيرة يسر حتى على حياتهم خاصة يعني من من بين المخاطر هو الانتحار ومن بين المخاطر زيدة الكبيرة هو الإدمان والإدمان هدية فما غيسك 200 مرة أكثر أنه يعني يستهلك أكثر من في وسط السجن من الإدمان البرة حاجة الأخرى نتوع أنه يعني يعني صحة في المبادرة هدية أنه يعاون بالنسبة للسجناء بصفة شخصية لكن هذا ما هوش حل راهو التطوع الفردي ما هوش حل ما نجموش أن نستجيبه تتم الاستجابة للبزوان الموجود للإحتياج اللي لازم هو أن الدولة تعمل يعني وزارة العادل مثلا تعمل شراكة تخدم في شراكة مع وزارة الصحة تكون أعطيني أفمع لكن أكثر من 30 سيجن خاطر باش نعطي أكثر شوية دقيقتين ونوص تقريبا ومبعد نمشي في محور الحلول ونرجع لكتابة الكلمة سي جمال احنا باش نمشي والمركز الإسلاح التربوي اللي معناها يضم مجموعة من الأطفال باش نحكي على جراء من الأطفال انت قلت فما شكون اللي مثلا يمشي في ورشة ومبعد يوخر لأ احنا شفنا حتى شكون يعمل أكثر من اختصاص وياخذ أكثر من شهيدة لكن كما قلنا بعد الفتير هذي باش نشوف شنية الحلول الممكنة على المستوى المتوسط والقريب للحد من الجريمة ومن العود في المجتمع التونسي في تيارو الحديث بقيا هذو ما احنا ما نعتبرهش هي طفل جانح قدر ما نحن في الوضعية هذية هو يعتبر رحو في وضعية عقوبة انا ما نعتبرهش في وضعية عقوبة لاني نخزر له أولادي عبارة انا نحب نحيطهم نفسانيا قبل ما نصر بالهم المعلومات انا درسي اكثر انا نحاول نصحح له برشا حاجات يعتبره هو خاطئ في حياته ويمارس فيه بطريقة غالطة انا نحب نواصله نحب نصحح له اكل ما وقف هذيك نحب نعدله السلوكاته بشك يخرج من هنا ما يكونش انسان سلبي ما يخذ فكرة سلبية بالعكس اني نحب ويخرج عنده طاقة ايجابية بش يتفاعل اكثر مع محيطه ويكون انسان فاعل ما يخذرش نروحه لانه انسان سلبي ما عندوش حتى قيمه ما مستويك اللي قريت والبرق برمجي سابعة ساسي وبعد خلت هوني اشو عملت بعد هنا تعلمت فرشة للميوم قريت شهادة وبعد تعديت ورشة لحدادة تعلمت قريت شهادة واخذيت شهادة في المطبخ قريش انتي قريش تعدي وقت في النهار في الدراس أو في التعلم اربع سوايا الصباح وبعد نمش نفطر ساعة ونص وبعد ثلاث سوايا العشية وبعد نتكلول ما بنت يعني تحس الوقت لكل مكثر مخصص للتعليق اي ما عندو محسوب نهار كامل شنو مستويك قبل ما جيهوني ديدياء سيسب ديدياء وشنو تعلمت هوني كدخلت تعلمت نجا تعلمت في الليحة تعلم من الضو كل شاي اذا ما حاجت تحبهم ولا لقيتهم هوني نحب لقيتهم لانيا فقط ما خاطر ما كنش حاطفهم أخي في السبيل مكان الجولة يعلموني كل شاي يعلموني كل شاي وبطربية وكل شاي تحس هم وصعين بينهم هوني لقرب نبقى معها بالساعة نحب نسمح أنا نعطيهم الراحة النفسية أنا ما يحدثوني على كل شاي حتى أبسط الأمور أنا نحب نقربلهم يرتاحوا معايا نبدأ درسي يتم توزيع الأطفال على عدد ثلاثة مستويات المستوية اللون هو يبدأ المستوى الثقافي متاع اللي هو يكون أمي حتى من السنة الرابعة أساسية وبعد عنا مستوى الثاني من السنة الرابعة أساسية حتى لن سنة سابعة أساسية والمستوى الثالث اللي هو مثالنا أساسي فما فوق بالنسبة للتكويت بالنسبة لمركز أسلحة أطفال جانحين بمجاز الباب يضم عدد ثمانية ورشات وهما عنوارشة الحلاقة الكهرباء الحدادة نجارة خشب البناء نجارة تنميح عنها تربية الحيوانات الصغرى والبسنة ويشرف على هذه الوراشيات إطارات تابعة لإدارة العامة لسجون وأصلاح كلنا في اختصاص ويتمتعون بدورات تكوينية وبداغوجية باستمرار لضمان حسن تكوين وتأثير الأطفال تدوم فتة التكوين من ثلاثة إلى ستة أشهر يجداز من بعدها الطفل امتحاد يشرف عليه أستاذ تابع ليوزارة التكوين المهني والتشغيل ويعمل بأحد مراكز التكوين المهني والتشغيل يتحصل على إثرة الطفل على شهدة في الاختصاص شهدة ما فيهاش حتى أنديس ما فيهاش حتى شيء ما يثبت أنه تحصل عليها خلال فترة إقامته بالمركز عودة مرة أخرى للبلاتو وسؤالي لك سي جمال مسلم رئيس ربط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان ما هي الحلول على الأقل العاجلة التي تنجم تضافر مدينة للمجتمع المدني والمؤسسة السجنية واللي من شأنها إنها تحسن ظروف الإقامة للسجين بالشيء ينجم يكمل تحسيله العالمي قبل من جاوبك نعطيه قبل 2011 نخرج تقارير على سجون من ناجمناش ندخلو لها وتقارير هذه ننمو شهادات من مساجين حق عام مساجين سياسيين لأخيري باش ألفنا تقارير أصدرناها منهم آخر واحد في 2008 تقريب ما وراء الجدوران بعد 2011 وبعد اتفاقية العمناها مع مزارة العدل تخول لنا مراقبة السجون والرصد تعال أوضاع داخلها وزيرتها فما قلت عديد التوصيات إلا ممكن تحسن ظروفهم تعال إقامة اعتمادا على المعايير الدولية أولا وعلى القوانين التونسية ونتمنى أن المراجعة لقاعدة سيرتها علاقة بالكوتبينال مع المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية مش تخفف أكثر لأنه فما فصول مش تتغير ولي ما عادش إحالة إحالة على السجن مباشرة فما معنا توضعيات إلا السادة القضاءة مش ينقصوا من عدد الإحالات على السجن والمحاكمات من خارج السجن كذلك مع برنامج المقترح اللي ندعموه بتاع العقوبات البديلة سوى مكاتب المساحبة أو الأساور الإلكترونية وغيره من الإجراءات ممكن تخفف إذن ظروف متع البناء التحتية تتحسن وتشجع أكثر المساجين سواء أطفال أو كهول وخاصة بنات لأنه تعرفوا أنه السجينات النسوة أكثر من الرجال عزلة بالعلاقة بالعائلات متاحهم لأنه فما رفضوا وإعادة إدماجهم في المجتمع مش تكون أصعب نظراً ظروف ثقافية عميقة في مجتمعنا وهذا يجب مجهود أكثر للمجتمع المدني ويجيها وزارة العادة المجيها أخرى وليدارها العمل للسجون باش نتصوروا وباش نمشيوا في برامج التأهيل والإدماج بما فيهم الدراسة لأنه دراسة هي حسن هي السلاح اللي يخلي ويسهل أكثر عملية الاندماج سواء في المجال المهني أو في المجتمع وبالنسبة للدراسة يلزم الإدارة العامة مجهود إضافي من مدراء السجون باش يعرفوا اللي ينجموا يكملوا يشجعوا اللي ينجموا يكملوا دراستهم يشجعوهم أولاً وثانياً يوفروا لهم ظروف الدنيا باش يكملوا دراسة وعنا في نادر وفما واحد آخر زي تحصل على الماجستير وفمش كون تحصل على ناول على الباك أمثلة للتشجيع باش نمشيوا أكثر ونضمنوا على الأقل أنه ناسا ذوما اللي يكملوا دراستهم لتوفرت لهم الظروف اللي أخذوا شهادة مهنية لكن شهادة فعالية وتتوفر لهم كي يبدأ يغرأ يزموا يكمل يبدأ تكون باش نضمنهم ونحصنوا المجتمع متاعنا لأنه فينا الموال ويهل حبسه حبس باش يخلص العقوبة متاعه ويرجع المجتمع كان ما يرجعش مش يرجعنا للسجن بالضبط قبل ما ناخد تعقيبك سي سوفيان نذكر أنه عنا سبر أراء قلنا هل أن ظروف السجنية تساعد على مواصلة التعليم أم لا من الاستاتيو في إيسبوك اللي يضحكوني معنا يا فمش كون جيوب قالوا الحق ما جربتش الحبس باش النجم نجيوب ونقولك الله إن شاء الله ما تجربوش وما نتمنىها لحتى حد لكن على الأقل اليوم من خلال هذا الموعد من رأيك أصلح وضحنا صورة نسبية على الظروف داخل السجن نواصل في الفيسبوك مريم تقول لي ما في السجن مظاليم ورغم هذا يقدر السجين ينجح ويتفوق ولكن الأسف المجتمع لا يرحم السجين عمار يقول على حسب اعتقادي يمكن للسجين التفوق في دراسته في السجن على خاطر ما عنده ما يعمل أما بعد في الخدمة سعيب برشا من نظرة المجتمع سيتوفي أنا نحاول ننطلق كما قلت من البداية الهدف الأساسي من العقوبة هو حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود وذي بطبيعة ما هيش مسؤولية وزارة العدل أو الإدارة العامة للسجون والإصلاح فقط ذي الانتلاق لوني الحاجة الثانية وأنه باش نجموا احنا بالحق نوصلوا نسهلوا عملية الإدماج متاع المساجين وأنه باش نحسنوا من من الظروف الملائمة متاع الإيداع باش نخليه سواء في التعليم أو التكوين أو التشغيل أو التأهيل لأكبر عدد ممكن من المساجين لابد من التقليص من الاكتظاث ويقولوا التقليص من الاكتظاث وتعرف واحد توا على مستوى المراجعة متاع المنظومة التشريعية هناك مراجعة جذرية أول حاجة على مستوى الموقفين على مستوى الموقفين نعطيك أنا حتى على مستوى مشروع المجلة الجزائية مثلا باش يقع الترفيع في الجنح الجنح اللي كانت لا تتجاوز خمسة سنوات باش تولي توصل حتى للعشرة سنوات هذه بالنسبة للجنح هناك والجنح أكثر من عشرة سنوات واذا يتعلم باش نهو باش يترتب عليه باش يترتب عليه تقليص في مدة الإيقافة التحرق لأن في الجنح حسب الفصل 47 من مجالة إجراءة الجزائيين تعرفوا التحقيق وجوبي يقولوا التحقيق وجوبي لابد أن يمر إلى التحقيق بعد دائرة الاتهام وبعد ساعات يوصل حتى التعن أمام 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 التعقيب إلى غير ذلك دونك تطويل هذي من ناحية من ناحية ثانية وأنه على مستوى تفعيل العقوبات البديلة كما تعرفوا التجربة اللي إذكرها قبيلة سي جمال بالنسبة لصوصة اللي وصلت تقريبا من 2000 طوى من 2013 تمتعوا بالعقوبة العمال لفتت المسلحة العامة والصراح شرطي الصدر أول حاجة من إطارات الإدارة العامة والصراح تلقوا تكوين بالخارج على مستوى كيفية المتابعة والتوجيه والإحاطة لإعادة الإدمش بالنسبة للعقوبات البديلة للسجن تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات وتعرفوا إذا كانت تتعمم من مكاتب المصاحب على جميع المحاكم الابتدائية تطبيق لمبدأ المساوات بين المتقاضي في المدى الجزائي إن أكد لكم اللي 6 شهور و3 شهور ما عاش تلقاهم في السجن تلقاهم إبدال تنفيذ العقاب خاصة كما قال سي جميل بالنسبة للسوار الإلكتروني مشروع القانون طعفش يقول يشجع الدراسة يقول لك الشخص الذي بيصدد تنفيذ العقوبة داخل السجن لمحكوم مثلا عام فما دون يمكنه لقاضي تنفيذ العقوبات في المشروع الجديد يبدلوا العقوبة عن طريق المراقبة بالسوار الإلكتروني إذا كان هناك ولا عنده مشروع جدي شنو مشروع جدي يا أما بشي واصل دراسة ولا يمشي للتكوين المهني والتشغيل أو يخدم وذلك كل ينسجم مع الفصل 30 من الدسوار يقول لك تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات مصلحة الأسرة شكرا ماريا أنا يظهر لي يعني الأمور توضحت بعض اللي قلناها لكل يظهر لي الحل هو أنه تم تحويل السجن من مؤسسة ردعية إلى مؤسسة تربوية اللي بيش تخلي السجين يعيش يعني كإنسان قبل كل شيء في وسط هالمؤسسة هدية والردع هو فيه سلبه للحرية كهاء ومش سلبه للإنسانية متاعه بشي نجم بعد يرجع للمجتمع ويتم إدماجه بطريقة بطريقة معناها ناجعة مع الإحاطة مع استمرار الإحاطة النفسية والصحية وزيدة تكوينه ثقافيا وفنيا زيدة بالوراشات الفنية وثقافية مشكين تعليم القرية كهاء والمهمين معناها بالنسبة البشر هو في حاجة زيدة مع تكوين وسقل الذهن متاعه وفمسقل النفس من خلال الفن ومن خلال الرياضة اللي بيش تخليه يتفيدى اللوجوء جوستمون لل أنه السجن تولي مدرسة كما قلنا قبليك مدرسة يمكن للإدمان وإلا مدرسة للإنحراف وإلا للتطرف العنيف الأحسن ويقاية ذهولي هي الثقافة والفن والتعليم زادة معه نظريا نكلمنا محلامة نحن نحكي أنا على أرض الواقع نظرة المجتمع تكون أقصى من الحكم المجتمعي أقصى من الحكم القضائي نحب نكون واضح ونكون صادق أكثر مع السيدة المشاهدين هل أنه اللي قضي عقوبة متاع السجن الشنية وضعيته النفسية والاجتماعية هل بسهل مش عاود انخارط في الفضاء المهني هل أنه إذا هو عنده أبناء هالمجتمعية ابنته مش نجموا ويجيون هرائخ لمشي يخذوهم ولا بشي يخذوهم هذا المشكل المرأة التونسية اللي قضيت فترة متاع السجن كيتعاود تخرج هل هي النجم لهنا تعاود تبني حياتها اجتماعية وتنجم تعرس خاصة أنه ما أخذنا من العين الاعتبار مجتمعنا ذكوري بامتياز أنا نحب نعطي خلاصة نحن نحكي عن الحلول نقول خارجي السجون لازم يكون عنا حلول مجتمعية لازم إعادة إدماجهم عن طريق مراقبة أخصائيين نفسيين وأخصائيين الشميعيين في كل أحياء الشعبية والأحياء العادية زائد متابع على مستوى الإدماج المهني مشكان أنه فقط يعمل التكوين داخل السجن ينجم الديبلوم يخذي ينجم يواصل في نفس الديبلوم البرة في مراكز التكوين وبعده ينخرط بطريقة أسهل في الحياة الاجتماعية والمهنية شكرا لك معاذ صبر الأراء يقول هل أن ظروف داخل السجن تساعد السجين على الدراسة والتكوين 17 جاوبوا بنعم في وقت 83 جاوبوا بلا على كل اليوم الاستثناء هو الاكسر القاعدة وشفنا أنه اللي يحب يوصل ينجم يوصل وإن شاء الله في قادم الأيام تكون المؤسسة السجنية أفضل وأحسن شكرا لكم نعطيك 30 سجن الرابطة في صدد مشاريع بعلاقة بالسجون وبعلاقة خاصة بالتوقي والوقاية من التطرف العنيف وكان عندها تجربة متع انتجات فنية في سجن السجون الرابطة مع منظمة أخرى وكذلك بعلاقة بالطب النفسي نحن في التقارير متعنا وصينا لكن فهم مشروع باش يهم المساجين بشيطاء متابعتهم في هدد سجون بعلاقة بالوضعين النفسية متاحهم مش من طرف مختصين نفسيين بل من طرف المعالجين اللهم الأطباء نفسيين إن شاء الله تنجح إن شاء الله شكرا لك سي جميل رئيس رابطة تونسية لدفاع عن حقوق الإنسان وإسلاح يعطيك صاحة مريم ثمود الإخصائية النفسية للبرنامج شكرا المعاد بنسير الباحث في الاجتماع للبرنامج شكرا لكم ناس كل شكرا لسيد المشاهدين موعدنا إن شاء الله يتجدد الجمعة الجاية في نفس الموعد وعلى نفس القناة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة